الطلاب العزاء اهلا ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات الاعلام وتغير الاجتماعي المستوى الرابع عام محاضرتنا اليوم بعنوان العولمة والتنمية اتكلمنا قبل كده ان مجتمع المعلومات بيعتمد على عناصر تقنية تتمثل في الحسب الالي والاقمرة الصناعية والهاتف المحمول والرقمنة وتتوفر هذه التقنيات في عالمنا الان ويتوقع زيادة معدلات انتشارها اكثر في اطار ما نعيشه من عصر معلوماتي تتحول في الدول شيئا فشيئا من دول قومية كبيرة تسيطر على شعوبها بشكل كامل الى مجرد اجزاء من تقتلات اقتصادية ضخمة من جهة وتصاعد قوة ونفوذ شركات متعددة للجنسيات من جهة اخرى الوضع الراهن للمشهد الفضائي في الوطن العربي نجد يتلخص في تعدد القنوات التلفزيونية العربية والحكومية والخاصة داخل الوطن العربي وخارجه ارتفع حجم بس القنوات التلفزيونية بحيث بيزع البعض منها على مدار الساعة يوميا ونتج عن ذلك تزايد في حجم البس وتزايد موازل الحاجة للانتاج التلفزيوني حيث يزع وقت طباعة هذا الكتاب 281 قناة عربية او موجهة باللغة العربية تنامي الاهتمام بالمواد الاخبارية على وجه الخصوص في القنوات التلفزيونية العامة وظهور القنوات الاخبارية المتخصصة ايضا تقليص هامش الحرية في القنوات التلفزيونية الحكومية خاصة حيث ان النصوص الدستورية تؤكد على مبدأ حرية التعبير فتفرغ من مضبونها بعبارات فضفاضة من قبيل مثلا مثل بما لا يعارض مع المصلحة العامة يعيش الاعلام العربي ازمة مصداقية تجعل الجمهور العربية تنصرف عنه وتتجه الى الاعلام الغربي الذي يقدم الافكار والمضامين التي تساهم في انصرف المشاهد عن جزور ثقافته العربية الا انه في هذا الاطار بتجد استثناءات قليلة تتمثل في بعض القنوات الاخبارية العربية التي حرصت على نقل بعض الاحداث مؤخرا وانهت عصرا من الاحتكار الاخباري العربي حيث اصبح الاعلام الغربي ينقل عن القنوات العربية وذلك يعز انتشار مصطلح الحرب الاعلامية الذي يطرح تصورا محددا لدور ملموس تمارسل قنوات التلفزيونية الاخبارية في ادارة الصراعات المختلفة من خلال اعتمادها على العدد كبير من المصادر الاخبارية ايضا غياب التدفق الاعلامي ما بين الدول العربية بالاضافة الى المفرقة بين الاعداد الكبيرة من القنوات الفضائية العربية الان وعدم وجود قناة عربية موجهة للعالم الغربي ومن المؤسف ايضا انه لم يتحقق مع انتشار القنوات الفضائية في العالم العربي توقع الكثيرين ان تسهم هذه القنوات في دعم الوحدة العربية ورفع سقف الحرية ونشر الثقافة وبس الاخبار الاكثر صدقا حيث زادت حدة المنافسة بين القنوات الفضائية لجذب اكبر عدد من المشاهدين وسلكت من اجل ذلك شتى الطرق والوسائل المشروعة وغير المشروعة ولم يعد اكثر من كونها اعادة بس للقنوات الارضية بالاضافة الى عدم تأسيس اتحاد عربي للقنوات الفضائية حتى الان او اطلق قناة فضائية عربية موحدة تستطيع مقطبط العقل العربي على الرغم من التفكير المبكر في ذلك من اوائل الثمانينات من القرن الماضي وبذلك تخضع الدول النمية الى لا توازن مركب فهو اولا لا توازن طبقي دخل الحدود الوطنية بانطبقة تملك التكنولوجيا وطبقات اخرى غير قادرة على امتلكها وسانيا لا توازن بين دول العالم النامي ودول العالم المتقدم ولقد اشارت العديد من الدراسات المتعلقة بالتبعية التكنولوجية ونعكستها المجتمعات النامية ان دخول مجتمعات العالم الثالث مجال تكنولوجيا الفضاء سيؤدي الى مزيد من الهيمنة والسيطرة الاعلامية والاختصادية ايضا الجانب الاعلامي والمعلوماتي من عملية العالمة ظل عصيا على نظام الاخليم العربي فهو غير قادر على احتواء اثار وتداعيات التطور التكنولوجي المتسارع في مجال الاتصال والبس واستخدام الانترنت والتكامل بين قطاعي الاعلام والاتصال والترفيه الرقمي بالتالي اصبحنا اذا وضع ملتبس يغلب عليه طابع الصراع بين خمس اطراف متفوتة القوة والتأثير قوة الجمهور العربي صاحب الحق والطموح في الحصول على المعلومات والاراء وحرية التعبير في مواجهة حرص النظام الاعلامي العربي على ممارسة الاحتكار الاعلامي وفرض قيود على حرية الاعلام والاعلامي تاني طرف شركات الاتصال والاعلام والترفيه متعددة بالجنسيات والتي تقود هذا القطاع الذي يجني ارباحا هائلة يصل جزء منها الى مجموعات قوية من مكلأها المحليين في المنطقة وربما تكفي الاشارة هنا الى ان دخل الفضائيات العربية من الاعلان يقدر بحوالي تلات بلايين دولار هذا عدى دخل تلك الفضائيات من مكالمات الهاتف ورسائل المحمول الفئة التالتة الشباب العربي اصبح قادر على استخدام التكنولوجيا الجديدة في الوصول للاخبار والمعلومات بل في انتاجها وتوزعها عبر وسائل الاعلام الجديدة كمواقع الانترنت والمدونات ورسائل الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي الامر اللي بيهدد الاحتكار التقليد للاخبار والمعلومات واللي مرسته الانظمة العربية وكان احد ابرز سمات النظام الاعلام العربي قبل العولمة الفئة الرابعة الاعلام الاجنبي الناطق باللغة العربية يمثل داخل النظام الاعلام العربي طرف في معركة فردية الاعلام العربي ادت العولمة والتطورات السياسية التي شهادتها المنطقة العربية بعد احداث 11 من سبتمبر وغزوة افغانستان والعراق الى اهتمام اطراف دولية واخليمية بمخطبة الجماهير العربية بهدف التأثير على مواقفها بمياخد المصالحها ورصدت الادارة الامريكية اه موازنات ضخمة لانشطة العلاقات العامة وبحس الاعلام مساطلات الرأي العام واطلقت الادارة الامريكية ازاعة سوا وقناة الحرة كذلك اطلقت كل من فرنسا والمانيا فضائية خاصة بالمنطقة العربية وتدرس محطة الـ CNN الامريكية شهيرة امكانية اطلاق قناة تلفزيونية ناطقة باللغة العربية وكانت اطلقت ازاعة ناطقة باللغة العربية بالطرف الخامس والأخير أغلب الحكومات العربية عمدت إلى تطوير قنواتها الفضائية ذات التمويل الحكومي وتقديم الدعم المباشر وغير المباشر إلى عدد من القنوات الفضائية المملوكة للقطاع الخاص لأفراد أو شركات كبيرة دخلت في تحالفات سياسية مع تلك الحكومات تقوم على أساس تلقي الدعم المالي في مقابل تقديم الولاء السياسي مع نزع الطابع السياسي عن معظم المضامين التي تقدمها وتبرز في هذا الصدد مجموعات أعلمية خليجية ذات رؤوس أموال ضخمة تهيمن على الفضائيات العربية وتحصل على حصة كبيرة من الإعلانات لذلك اتسم للتكنولوجيا للاتصال الحديثة بعدد من الخصائص التي أحدثت تأثيرات جزرية في عملية الاتصال الإنساني لعل من أبرزها أول شيء اللاجماهيرية بمعنى أن الرسالة الاتصالية من الممكن أن تتوجه إلى فرد واحد أو جماعة صغيرة وليس إلى جماهير ضخمة كالاتصال الجماهيري كما كان الحال في الماضي وتعني أيضا أن هناك درجة من التحكم في نظام الاتصال بحيث تصل الرسالة المباشرة من منتجها إلى مستهلكها تاني سمة اللاتزامنية وهي إمكانية إرسال واستقبال الرسائل الاتصالية في وقت مناسب للفرد المستخدم بدلا من أن يستقبل كل المشتركين نفس الرسالة في نفس الوقت جاية المحاضرة أشكركم على حسن الاستماع وإن شاء الله الأسبوع الجاي في محاضرة جديدة من مقرر الإعلام والتغير الإجتماعي شكرا